السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء الثاني Power Dissipated by a Resistor فقيمة الباور في المقاوم الكهربائي تساوي قيمة الجهد الكهربائي ضرب قيمة الطيار الكهربائي وهذا هو القانون العام الذي رأيناه بالنسبة لقيمة الباور لكن بالنسبة للمقاوم الكهربائي نستطيع عرض هذا القانون حسب المطلوب فإن أردنا كتابة قيمة الباور في الريزيستر Function of Current نكتب أولا قانون الأوم V تساوي I ضرب R ثم نأتي إلى القانون الأصلي ونعوذ فإن أردنا قيمة الباور وفيها إلا قيمة الطيار الكهربائي فنأتي لهذا القانون ونعوذ قيمة الفي بI ضرب R فتصبح حينها قيمة الباور تساوي I تربيع ضرب R أما إذا أردنا قيمة الباور في الريزيستر عن طريق قيمة الجود فحينها نترك الفي هنا ثابتة في قانون الباور ونعوذ قيمة الطيار الكهربائي من قانون الأوم يعني قيمة الطيار الكهربائي في قانون الأوم تساوي هي V على R فنعوذ هذه القيمة قيمة الطيار الكهربائي في الريزيستر في قانون الباور فتصبح عندي هذه الفي ضرب الفي فتصبح في تربيع قاسم قيمة المقاومة وبالتالي أستطيع كتابة قيمة الباور في الريزيستر عن طريق ثلاث قوانين الأول الثاني أو الثالث كذلك نستطيع كتابة قيمة الباور في الريزيستر عن طريق ليس الار وإنما عن طريق مقلوب الار وهو الجاي مطلوب مني في هذه الدارة الكهربائية استخراج قيمة التيار الكهربائي وقيمة الكهربائية وقيمة وهي مقلوب الار ففي هذه الدارة الكهربائية واضح أن قيمة الجهد الكهربائي للمقاومة الكهربائية المتصل مباشرة بالبطارية هو 30 فولت قيمة المقاومة هي 5 كيلو آم وننتبه جيدا في المعطيات إلى الوحدة هنا الكيلو آم هي عشرة قوة 3 آم وبالتالي عن طريق قانون الآم قيمة التيار الكهربائي قيمة الجهد على قيمة المقاومة كما قلنا قيمة الجهد هي 30 فولت قيمة المقاومة هي 5 كيلو آم يعني 5 ضارب 10 3 آم وبالتالي قيمة الطيار الكهربائي في هذه الدارة الكهربائية هو 6 ميلي امبير يعني 6 ضارب 10 إلا 3 امبير وقيمة الكونتينجتنس هنا هي مقلوب الر يعني 1 على 5 كيلو آم يعني 0 2 ميلي سيمينس في هذا المثال مطلوب مني استخراج قيمة المقاوم قيمة المقاوم تستخرج في هذه الدارة الكهربائية عن طريق قانون الآم وهو أنه الر يساوي قيمة الجهد رمز إليه هنا على قيمة التيار الكهربائي فنقسم قيمة الجهد على قيمة التيار الكهربائي عن طريق قانون الآم فنتحصل أن قيمة المقاومة هنا هي 200 كيلو آم أما في المثال الثاني فطلب مني قيمة الجهد في المقاوم الكهربائي مع العلم أنه أعطي لي هنا ليس قيمة المقاوم وإنما قيمة الكونتينتينس فننطلق من القانون الأصلي وهو أن الفي طلب مني الفي هي قيمة المقاومة ضارب قيمة التيار الكهربائي التيار الكهربائي معطى لكن قيمة المقاومة جاءت عن طريق قيمة الجي وبالتالي ماذا أفعل أستخرج قيمة الار وهي واحد على جي يعني واحد يعني مقلوب المعطى الذي أعطى لي فأستخرج قيمة المقاومة سفر مقلوب الخمسين ملي سيمانس يعني سفر سفر اثنان عشرة قوة ثلاثة آم وأضرب هذه القيمة في قيمة التيار الكهربائي لأتحصل على قيمة الجهد في هذا المقاوم وهو عشرة فولت ترجمة نانسي قنقر